بعد أن تأجلت لساعة تقريبا استأنفت جلسة مجلس النوبي اليوم الخميسي أعمالها حيث جرت تأدية اليمين الدستوري للنائب فرات محسن الشرع عن محافظة البصرة بديلا عن محمد الطائي والنائب فرزان ديس بير محمود عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بديلا عن خسر غوران كما ووافق رئيس المجلس سليم الجبوري على طلب استقالة النائب طالب الخربيط دون معرفة حيثيتها كانت هناك قرارات وقوانين مدرجة للتصويت وأيضا تم التصويت على اثنين من البودلاء في أعضاء مجلس النواب العراقي سيد فرات الشرع بديلا عن الدكتور محمد الطائي وأيضا أحد النواب بديلا عن الدكتور خسر غوران المجلس صوت من حيث المبدع على مشروع قانون مجلس شورى الدولة بعد استكمال قراءته القراءة الأولى وفك ارتباطه بوزارة العدل وربطه بجهة مستقلة أو رئاسة الجمهورية كما وصوت المجلس على اعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجرائم القتل العمد لأبناء عشار البنمر جرائم ضد الإنسانية لم يصوت أي نائب ضد هذا المشروع القانون المرسل من قبل رئيس الجمهورية وهو قانون مجلس الدولة يعني قانون مجلس شورى الدولة الذي يفكر ارتباطه من وزارة العدل وربطها بأما رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو جهة مستقلة التصويت على صيغة قرار باعتبار ناحية الفرات منطقة منكوبة وجريمة القتل العمد لأبناء عشيرة البنمر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أما مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فلم يصوت عليه لأسباب خلافية على ما يبدو ما أثار استهجان بعض النواب لبقاء تدخل الأحزاب وهيمنتها على هذا الملف بوصفهم أصبح من الواضح أن تأثير الأحزاب الكبيرة المستفيدة من هذه المفوضية بمجلسها مجلس المفوضين أعلنت أنها فعلا لا تريد انتخابات مستقلة وستعمل على أن تكون الانتخابات مسيرة لمصالحها وأجلت أربعة مشاريع قوانين أخرى أبرزهما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحين تشكيل لجنة مختصة تعمل على فك التقاطعات والتشريعات القانونية إضافة إلى مشروع قانون إصلاح النزلاء بعد حدوث خلل في النصاب القانوني لم تدم جلسة مجلس النواب طويلا ليوم الخميس ورفعت إلى يوم السبت من الأسبوع المقبل ورحلت معها مشاريع القوانين المؤجلة أسى أن يجري التصويت عليها من داخل مجلس النواب ببغداد زياد ديهاد الحرار شكرا شكرا